وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 698 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت ألف واثنين طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط 147 طن وفي مجال حجب في مجال أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعاد من السعر الرسمية تمضبط 804 أطن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي للسلع تمضبط 51 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 924 قضية من بينها 297 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات